اذا بسم الله نبدأ بالنسبة للمعالجة يعني المعالجة هي عملية تتيم بعد تشخيص صعوبات وتحديد أسبابها أما الهدف من هذه المعالجة هدفها هو تصحيح مصار التعليم وتحديد مواطن الضعف أما فيما يخص أنواع المعالجة ما هي أنواع المعالجة هناك معالجة الآنية ثم المعالجة البعدية ثم تأتي بعدها المعالجة الجماعية ثم المعالجة قد تكون فرضية أو تكون عن طريق الأفوج إذن سأحاول إن شاء الله تبسيط كل معالجة بشكل فردي وبتالي المعالجة الآنية نقصد بها تصحيح الأخطاء في الحين قبل أن تهى الحصة سواء بالتكرار أو بالإعادة للدرس أو التكرار بعد المعلومات بالنسبة للمعالجة البعدية يعني معالجتين تتم بعد تصحيح الأخطاء يعني مباشرة بعد انتهاء الحصة أقوم بتصحيح الأخطاء بالنسبة لمعالجة الجماعية يعني تصحيح الأخطاء عندما تكون الصعوبات مشتركة عند مجموعة من التلاميذ أو أغلبية التلاميذ ثم ألجأ إلى معالجة الفرضية في حالة هناك يعني قم بتصحيح الأخطاء عندما تكون الصعوبات عند بعض التلاميذ فقط أما المعالجة عن طريق الأفواج فهي نقصد بها أن تصحيح الأخطاء عندما تكون الصعوبات مشتركة عند بعض التلاميذ فقط يعني أو عند تلاميذ تكون مجموعة مشتركة وبالتالي نقوم بتقسيم التلاميذ إلى أفواج لتحديد الصعوبات وتصحيحها عن طريق أفواج السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله